بدأت الاجتماعات التحضيرية للدورة السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعدة جلسات حول تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتفق المشاركون في جلسة تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدامة حياة كريمة كنموذج التي تم تنظيمها في إطار الدورة السنوية 2022 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والتعاطي مع التغيرات المناخية في إطار مؤسسي مؤكدين أن استضافة ورئاسة مصر لقمة كاب 27 فرصة لإبراز تحديات المناخ بإفريقيا